دماء طهرة روى تامس أرض الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه خلال المسيرات والمظاهرات التي عمت كافة المحافظات تعبيرا عن رفض إعلان ترامب ودفاعا عن عروبة القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتشكل رسالة واضحة لهذا الرئيس الأمريكي أنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن كل هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير ولم تتوقف الوقفات التضامنية مع القدس والمسيرات والفعاليات المنددة على المستوى الدولي أيضا حيث شهد وسط العاصمة المكسيكية مسيرة تضامنية حاشدة نصرة للقدس ونظمت المسيرة بالتعاون بين اللجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني وأبناء الجليات العربية والإسلامية وبمشاركة عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المكسيكية وعشرات المتضامنين والمناصرين لقضيتنا الفلسطينية كما شارك ألاف المواطنين في العاصمة المالية في مسيرة حاشدة دعما للقضية الفلسطينية ونظم المسيرة الحاشدة تجمع الجمعيات الإسلامية بحضور عدد كبير من نواب البرلمان الوطني وشخصيات بارزة أخرى وقال أعضاء تجمع الجمعيات الإسلامية في مالي بأنهم يستغربون من الإعلان الأمريكي غير المسؤول وغير العادل والمتناقض مع كافة قرارات منظمة الأمم المتحدة بشأن فلسطين وفي السياق ذاته شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة وقفة تضامنية لأبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية والمنظمات البرتغالية المتضامنة مع شعبنا الفلسطينية فأقامت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية البيرو وقفة تضامنية من أجل السلام في فلسطين ونصرى للقدس شارك في الوقفة نواب ورؤساء أحزاب وكبار والمسؤولين في وزارات الخارجية إضافة إلى سفراء دول العربية والصديقة وعمداء أكبر الجامعات وممثلين عن المؤسسات الحكومية في البيرو